تبدو الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى في الأنبار واضحة فالأسواق تعجب الحركة لشراء الملابس والحلويات والمعجنات بما يليق بعيد الأضحى المبارك الذي يجتمع فيه الأحبة وسط أجواء يسودها السلام والمحبة كما تشاهدون أجواء العيد داخل مدينة الرمادي مدينة الرمادي تزهو بسلام اليوم المحلات عليها إقبال جدا كبير من المواطنين كما تشاهدون خلفي من بعض المواطنين المتبضعين داخل الأسواق الحركة جيدة جدا الحمد لله تسهيلات من المرورية بعيدا عن الأسواق لتسهيل حركة المرور للمواطنين اليوم تشوفون أقبال جدا كبير تختلف عن الأيام السابقة التي راحت لهذه الطقوس التي تسبق الأعياد وجه آخر يتمثل بالطبقة الفقيرة إذ يحرص الغالبية من ذو الدخل المحدود على شراء ما هو ضروري وذلك لغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لكن رغم ذلك لم يفوتوا على أطفالهم الفرحة بشراء الملابس الجديدة والاستمتاع بهذا العيد الذي يأملون أن يكون مميزا وجديدا في كل شيء على الرغم من وجود الفقراء والعواء المتعففة في هذه المدينة إلى أنهم يجدون اكتفاءا من الأغنياء ومن الميسورين في هذه المدينة لأن هذه المدينة وكما عهد عنها أنها مدينة التكافل نشتري على ما يبدو أن هذا العيد مختلف عن سابقيه فكثير من الشباب تجهزوا للانطلاق في سفرات جماعية إلى المتنزهات والحدائق داخل وخارج المحافظة بسبب الأجواء الآمنة وانتهاء القيود الاحترازية التي قيدتهم في السنوات الماضية رغم الظروف المعيشية الصعبة يبدو أن العوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود لم يتأخروا عن إسعاد أطفالهم بشراء ملابس العيد وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم البريئة في هذه الأيام المباركة من الأنبار دريس يحيى قناة الفلو اشتركوا في القناة